انطلقت أعمال الدورة السابع والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي المنعاقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم وتستمر فعاليات القمة لمدة يومين تحت شعار تعليم أفريقيا صالحة للقرن الحادي والعشرين وبناء نظام تعليمي مارن لزيادة الوصول إلى التعليم الشامل والجودة مدى الحياة والتعلم بالصلاة في أفريقيا وتناقش القمة وضع السلام والأمن في القارة والنظر في تقرير مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد والنظر في قضية تغير المناخ الحاسمة وسيدفعون من أجل إجراء إصلاحات عالمية للمؤسسات المالية كما سيطلق القادة أيضا خطة التنفيذ العشرية الثانية لأجندة الاتحاد الأفريقي عشرين ثلاثة وستين